من بيروت ينظم إلينا سيدة دومد كاملة رئيس مؤسسة خبراء حماية البيئة العالمية سيد دومد إذن التغير المناخي بات خطرا واضحا وآنيا ما المطلوب اليوم من الدول ومن العالم أجمع كي يتم تجنب هذه الظاهرة بكل تأكيد وصلنا بكل تأكيد نحن اليوم عم نعيش بقلب الأزمة الخطيرة بقلب المركب يلي أخذنا كلنا نحو نحو الأفق المجهول الأفق المجهول بما يعني انخفاض خطير انخفاض خطير بالكائنات بالأشياء اللي بتأدي للسلامة ودلل الكوكب ودلل هالناس عايش عليك اليوم اليوم الخطر الخطر عم نعيشه تدمير خطير لكل لكل الموجود إن كان المادة المتجددة والمادة الغير متجددة يعني في استهلاك خطير للكوكب ما ينسوا ما ينسوا العالم إنه نحن عايشين على كوكب طائر هالكوكب الطائر اللي عم بيبرم على نفسه ما منقدر نطلع خارجه ولا بشكل من الأشكال يعني اليوم عم نشوف عم نشوف الاعداد من الكواكب بالمليارات بعندنا اكتر من الفين مليار مجرة مش قادرين نطلع مش قادرين نروح لمطرح مش قادرين نستهلك منهم أي شيء نحن مشبورين القدر المحتوم علينا أنه نعيش على هالكوكب بكل الكائنات الموجودة عليه ما المطلوب اليوم المطلوب المطلوب اليوم بالخطر اللي وصلنا لقلو استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة بشروط بشروط نحن عنها استراتيجية يلي هي بحدود 3000 صفحة بتقدرسي كل درسي كل اللي المطلوب لهالكون اليوم المؤتمرات اللي صارت خلنا نشوف نتأكد شو صار صار مؤتمرات اعتبارها من سنة اتنين وتسعين لغاية اليوم هايدي المؤتمرات حطوا عليها عولوا عليها دول العالم أنه تكون تكون هي نقطة الخلاص تبين لنا بعد هالفترة طويلة أنه ما جيبت ولا جزء من الخلاص كنا كنا بأول مؤتمرات كان عنا استهلاق بحدود 60 مليون برميل بيترول يوميا نحن اليوم صرنا بحدود أكتر مليون برميل أتوقف عند هذه الجزئية سيد دومد عدم تطبيق هذه القرارات هل يعود لصعوبة أو استحالة أو عدم واقعيتها هذه المنود التي يتم الاتفاق عليها أم لأن هذه الظاهرة أيضا باتت مستقطبة سياسيا يعني باتت اليوم الدول الكبرى تلعب على ظاهرة التغير المناخي وتدير هذا الملف حسب سياساتها لا بكل تأكيد لا اليوم دول العالم كلها مسؤولة عن الاحتباس الحراري ولا دولة من أصغر الدولة لأكبر دولة هن مسؤولين على الاحتباس الحراري والتغير المناخي بالعالم والشيء الخطير أنه تمدد التصحر وأنخفاض وأنخفاض الغيبات بشكل خطير جدا ونحن رايحين لأكتر لأكتر انخفاض أنا أقصد تنفيذ القرارات ما سبب عدم تنفيذ هذه القرارات واتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة رح فسر شوي تحديدا نحن اليوم بدنا بدنا طاقة كل دولة بدها طاقة لتسير مصانعها وسياراتها وإلى آخر الطاقة اليوم الوحيدة هي طاقة طاقة الوقود الحفوري البترول ومشتقاته والفحم الحجرية واللي هني عم بيكبوا بالجو كمية ضخمة من سؤوته المفروض استبدال الطاقة بطاقة نظيفة إن كان طاقة الشمسية أو الطاقة الهوائية أو الطاقة المائية من هون بنقدر بنقدر نشتغل نشتغل على 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 السياسات جديدة اللي بدي يقوله علماء البيئة بيفكروا بطريقة معينة والسياسيين بيفكروا بطريقة مختلفة كليا اليوم اليوم علماء البيئة بيدرسوا بيدرسوا دراسات واسعة جدا وبيعرفوا الأخطار ادي هي خطيرة ايادات بالعالم حدا في حدا ايادات دول عالمية حدا خبراء بيئة عم بيحطوا استراتيجيات وعم بيشتغلوا على رأيهم انا ببدي اعطيه معلومة بسيطة عندما صار في اتفاقات دولية والتزمت الولايات المتحدة الامريكية بتخفيض السقطو بالجاو بنسبة 27% عن عام 2005 وبلشت امريكا تنفذ الولايات المتحدة تنفذ تنفيذ دقيق لهالمشروع ونفذته خلال ثلاث سنين بس ولكن اللي تبين انه هذا المشروع كتير مهم ومشروع اطفاء علي كتير مهمة ولكن انه الولايات المتحدة الامريكية واحدة تلتزم هي تدفع الفاتورة الكبيرة وبالمقابل ايضا الولايات المتحدة الامريكية حاولت التنصل من اتفاقية باريس للمناخ ايضا لانه اكيد بس ولكن لانه الدولة واحدة مش ممكن او بتكون كل الدول بتلتزم وهي الطريقة بتلتزم الدول الكبرى والدول الصغرى كلهم بنلتزموا باستراتيجية ويرجعوا يخفضوا لحدود بدنا تخفيض نحن اقل له 40% اقل له 40% من كميات الوقود الحفوري اليوم والخطر الاكبر وين رايحين رايحين لا اكتر بكتير لانه الدول 77 جديد الصناعية عند استهلاك خطير عندنا كل سنة صار هلني في 70 مليون سيارة بالسنة عم تنزل جديدة كلها على البترول عندنا عندنا استهلاك مخيف عندنا ازديات سكاني خطير جدا ما تذكره سيد دومد نعم يعني هذا على مستوى الدول والاستراتيجيات للدول الكبرى لو تحدثنا عننا نحن المواطنون العاديون هل من سلوكيات معينة يمكن ان نتبعها لكي نسهم ولو بدور بسيط في مكافحة هذه الظاهرة وحماية كوكب الارض اولا اولا بدكم في وعي بيئي بالعالم ككل انا بدي اعطيكي مثل انه منطقتنا منطقة فتوح كسروين بلبنان بدي حدد انه هايدي صارت اول منطقة بيئية مدنية بالعالم يعني منطلع بتشوف هايدي منطقة ما فيه نفايات ما فيه عنده استهلاك خطير للوقود عنده الطاقة الشمسية عنده الطاقة الزيتية يعني اليوم نحن وقتل بيكون منبلش بمناطق بالعالم نحن بدنا نبلش يعني بعد عشرين سنة رح اتجي العالم كله لكل واحد يقدر يزرع سجرة ويمكن تعيش يمكن ما تعيش بسبب التغير المناخي وقلت الانطار وقلت وقلت نحن خلينا نحط استراتيجيات اليوم بما انه نحن بقلب الازمة ونقدر نحط استراتيجيات لدول العالم ككله انا مستعد قدم استراتيجيات مجانا مانا عم نحكي بمصاري انا استراتيجيات المطلوبة انا بقدمها كحزب بيئة غالمية وكخبراء حماية الصحة والبيئة العالمية مع مجموعة من دكاترة بين اهم دكاترة بالعالم نحن مستعدين نقدم مجانا اللي حب يتبنى استراتيجية غالمية موحدة لحماية البيئة بلده ويحب ياخد استراتيجيات علمية نحن جاهزين ما كاتبنا مفتوحة ونحن جاهزين نقدم لكل العالم وحد نحن حد كل الملوك وحد كل الرؤسة بالعالم لنقلهم الطرق العلمية لانه اليوم النظرة السياسية غير تختلف كليا عن النظرة البيئية علماء البيئة قادرين يحطوا استراتيجيات وانا شخص منهم قادر نحط ونوعي ونحمي هالكوكب الكوكب اليوم من نحطه اليوم عم بنيدي بصوت عالي جدا الكوكب بحاجة لحماية نحن جميعا قادرين نحن ومجموعات كتير كبيرة من اليدات السياسية بالعالم ومن المشاريع ومن البشر نحن جاهزين لنحط هالخطة من بيروت دمد كامل رئيس مؤسسة خبراء حماية البيئة العالمية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك